كريستيان رونالدو أنتوني كونتي في المباراة الماضية ومباراة توتنهام اللي جاب فيها كريستيان رونالدو هترك في المؤتمر الصحيب بعد المباراة قال إن منشست ريبختهم بكريستيان لو كريستيان ما كانش موجود كان هتبقى النتيجة مختلفة إحساسي بقى إن منشستي ناضي الطويل الوقت هو أنا عايز أدي لكريستيان زي يا فاكر عارفة ساعة كوبا يدي لصلاح النهاردة حتى الكوبا العرضية معلقة كده بلونة أي حاجة هو كريستيان ما هيعرفي نط فهمها الكونسبت اللي بقى عند اللعبين كريستيان ما هيعرفي نط لكن كمنظومة فريق ولا أي حاجة ولا بناء هجم بشكل سليم ولا عرضيات بشكل سليم ولا تمليلات بشكل سليم ولا تصويبات بشكل سليم إنت حاول تدي الأوفر لكريستيان ما إن شاء الله هيعرفي نط نقطتين مهمين يا كريم النقطة الأولانية اللي كان بيتكلم فيها ماروان المنظومة المنظومة نفسها فيها مشكلة الدخول في المباراة كان صعب جدا وسيء جدا لما أدخل المباراة دي و أنا أعرف أن أنا ألعب سميوني و سميوني ما بيغيرش التاكتك بتاعه كتير حتى هو السنة دي كمان خلي بالك أن أتلات كماندريد مش في أحسن أحواله في الليجة أتلات كماندريد رابع الليجة هو خلاص حقق التارجت اللي هو عايز هو عايز يوصل لأبعد نقطة فيه للشامبينز ليج عايز يخطف البطاقة الرابعة مع برشلونة وأشبليا والريال في الليجة و يتأهل السنة الجالة لشامبينز ليج دي كل أهداف سميوني السنة دي يجو سميوني لما يدخل المباراة بالشكل المعتاد بتاعه وهو متعادي الواحد واحد في الواندا مترو بيرتاليو لما ييجي النهاردة يخش راجنك يدخل المباراة بالأربعة، اتنين، ثلاثة واحد قدام سميوني و بيلعبه ثلاثة، اربعة، ثلاثة وبعد كده بعد ما بيسجل أتلات كماندريد ده بعد الهدف الملغي بعد ما بيسجل أتلات كماندريد بيظل متشاستر نعاتل بالأربعة، ثلاثة واحد للا أثبتت عدم فعلياتها من بداية المباراة فانت داخل بشكل سيء ما قدرتش تغير خلال أحداث المباراة دي يجو سميوني بعد ما سجل ألب الثلاثة، ثلاثة، ثلاثة وبتلق أنه يرجع بالعشرة تحت الكورة الشوت الثاني كله دي يجو سميوني بيلعب بالعشرة تحت الكورة مستحيل أن انت تعرف تختارقه بالطريقة دي فبترى يعمل إيه؟ الجملة اللي انت قلتها يا كريم بعلق لكريستيانو أنا مستنى المنقذ أن هو يجيب لي جول في أي وقت وده في الكورة اسمه فلس طبعا أنا وصلت الحالة من الإفلاس أنا مستنى كريستيانو أن هو يرجعني تاني في المباراة ردت الفعل ردت الفعل بتقول أنه الفرقة كلها ما عندهاش قناة أنها تقدر تسجل أنا مستنى لو كريستيانو ما سجلش يبقى ليوناتيد مش هسجل وده مشكلة كبيرة جدا جدا في المنظومة زي ما قلنا دخول المباراة سيئ جدا مع رجنك إدارة المباراة سيئة جدا جدا معظم اللاعبين مش في حالتهم ونرجع تاني لما تجي تبص على السكواد أو اللاين اوب اللي بيدخل بيه رجنك سواء في البريمير ليج أو في الشامبينز ليج سكواد متهالك حتى لو أنا عايز أعمل مشروع أنا الرجل ده سبورتيف داريكتر الرجل ده مش مدير فني فعندما أجبته عشان يعمل المشروع ده أنا أفسدت كل محاولات رجنك إن هو يعمل المشروع ده لأنني حطيته في بوزيشن مش بتاعه أنا حطيت رجنك في بوزيشن أضر نفسه وأضر اليوناتيد ما عندهوش الخبرات الكافية إن هو يبقى موجود في الشامبينز ليج فراجنك لا هو مناسب اليوناتيد ولا اليوناتيد مناسب لي والنقطة الأخيرة لو اليوناتيد لم ينهي البريمير ليج في المقعد الرابع لأنه خلاص ثلاث مركز الأولينين بشكل كبير قوي المركز الأول ما بين السيتي وليفربول المركز الثالث تشيلسي خلاص قريب منه جدا المعركة كلها في البريمير ليج هتكون ما بين ويستام أرسنال توتنام اليوناتيد لو مقدرش يخلص مشروع اليوناتيد بالكامل هينهار السيزن اللي جاي كريسانو زي ما أنت قلت مستحيل يبقى موجود السيزن اللي جاي واليوناتيد مش موجود في الشامبينز ليج الفرقة نفسها عشان أعمل ده لسبونسورينج الفلوس والمداخيل اللي هتبطيت تخش الفرقة عشان أنا هلعب في الشامبينز ليج ده مش هيدخل فالفلوس دي نفسها هتقدل المشروع كله هنهارا المشروع كله من نهار بقاله سبع ثمان سنين لأ ما هو بتاله جايب جايب راجلك عشان شغل الراجل ده سبورتف داريكتر كمدير فني مؤقت السنة دي أنا بس عندي نقطة أنا بشوف يمكن خسارة منشاستر يونايتد للنهاردة وإذا ما تأهلش الشامبينز ليج على الورق وتوضح بالنسبة لنا إن هي خسارة كبيرة وممكن تدمر المشروع في وجهة نظري هي ممكن تبقى بداية لمشروع جديد ياخد فترة طويلة للنجاح زي مشروع أرسنل أرسنل النجاحات اللي وصلت لها دلوقتي وصلت لها لما ارتاحت من صداع البطولات الأوروبية مقدرش أقول إن أرسنل نجاحات على قد ما أقول إنه بدأ يتحسس طريق النجاح يمسك الترك وصل لمدرب أفكاره مقنعة للجمهور أفكاره مقنعة للإدارة وصل للترك معين زي ما كان دكتور جميل بيتكلم وصل للعيبة وسكواد معين أنا بشوف إنه اليونيتد محتاج يتخلص من حاجتين يتخلص من توقعات العالية للجمهور والناس تنزل على أرض الواقع إن الفريق دلوقتي محتاج بونا جديد وبيمر في فترة مش حينفع تنافس فيها وينزل على وقع تاني إنه هو فكرة الاعتماد على السوبرستار الواحد خلص هي بقت فكرة مش نجح في العالم كله في ظل كبرسين كريستيانو ونقطة أخيرة فنية فكرة إن أنا إذا عايز أعتمد على كريستيانو كل خطيتي على كريستيانو ما روحش أحطه كاسترايكر نمرة تسعة قدام فريق بيلعب بتلات مدافعين لأن كده بسلمه لتلات مدافعين على الأقل كدت طياره مثلا على جنب اللجناب وأبدأ بكافاني عشان واحد ياخد العين من كريستيانو لكن إدارة المارش كلها كان فيها مشاكل